دخلنا في غرض المرابحة المشترك السينديكيت المرابحة فسيتي الـ 1.1 بليون دولار دخلنا فيه في عام 2005 على ما تذكر بمبلغ 20 مليون دولار وهذا هو مجمل تعرضنا لأركبيتا عندنا فقط 20 مليون دولار كجزء من الغرض المشترك اللي قدمناه حق أركبيتا في 2005 واللي كان يحل في نهاية مارس من هذه السنة وطبعا بسبب الشابتر 11 اللي راحه له ما ندفع الغرض طيب من خلال قراءتك للموقف العام لأزمة أركبيتا سيد عبد الكريم هل تعتقد أن بإمكان البنك أن نتجاوز هذه الأزمة الخاصة بالإخفاق في سداد قروضه وهل تعتقدون أن بإمكانكم استرداد التسلات الإتمانية التي منحت لبنك أركبيتا أنا أعتقد أن الخطوة التي أخذها بنك أركبيتا أكيد حسنت أو يعني خلنا نقول زيلت من فرص تعافيهم لأن لو كانوا ما رقلوا تحت الشابتر 11 يمكن يصوروا تحت الضغوط أكبر ويضطروا يسيلوا استثماراتهم في أوقات غير مؤاتية وبالتالي استحصالهم لقيمة الاستثمارات قد تكون أقل بكثير من قيمة قيمة الفعلية ويضطوا عليهم لكن روحتهم حق شابتر 11 خلتهم إن شاء الله طبعاً الخطة يوافق عليها توافق عليها المحكمة في أمريكا مع اللجنة التي ستشكلها لشكلتها الحقيقة لشكلتها عشان نظر في خطتهم للعمل خلال الفترة القادمة وخطتهم لاسترجاع وتسييل الإنفست من الاستثمارات واسترجاع الديون فأنا أعتقد أن الفرص أصبحت أفضل بكثير بدخولهم تحت شابتر 11 من لو ما رقلوا تحت شابتر 11 يعني على الأقل أعطوهم الحماية أنهم يستمروا في أعمالهم ويسيلوا في فترة أطول من فترة ضغط ممكن تضع عليهم من قبل الدائنين وهذه سيحسن من فرصهم للحصول على قيم جيدة لإستثماراتهم لأن إذا تلاحظ أركبتا عندهم تقريبا 3 مليار دولار أصول واستثمارات مقابل 2.2 مليار دولار ديون سواء كان الدين المشتركة أو الديون الأخرى فأنت عندك نتفكس أسد نتأسد عندك جاب في حدود 800 مليون دولار وأيضا عندك الكابتا المال بنك اللي هو 500 مليون دولار لو لا سمح الله ما قدروا يحصون على القيمة الدفترية للأصول هذه بيضطرون دعنا نقول نحصل 10-15% أقل بيكون كافي يستلحق أن يغطون كافة الديون موجودة عندهم طبعا القروضة التي أخذها بنك أركبتا من البنوك البحرينية كانت لمشروعاته العقارية هذا يقودنا للحديث عن القطاع العقاري البحريني وهل هو مؤهل حاليا للحصول على تسلات اتنمانية من جديد من البنوك البحرينية وفي حال البنك البحريني الكويث على سبيل المثال هل أنتم متحفظون ما زلتم متحفظون في إعطاء تسلات اتنمانية للقطاع العقاري هل تجاوز القطاع العقاري أو بدأ في تجاوز المشاكل المتتالية التي مر بها مؤخرا نحن طبعا التحفظ دائما مستمر في البنك في أي قطاع يتعرض إلى أزمات سواء كان قطاع عقاري مر بأزمة وتعرض إلى الكثير من الهزات فبالتالي أخذنا الحيطة والحذر في أن نحن ننتقي فرص الاستثمار في هذا المجال وبالأخص مع الزبائن الدائمين من البنك والزبائن الذين يشتغلون معنا من فترة طويلة فنحن ندرس الآن مواضيع ريالستيت دراسة متأنية شروطنا شوية يعني خلنا نقول مو صعبناها ولكن يعني وضحناها أكثر علشان نضمن أنه لو العقار صار في شيء على الأقل عندك مداخل أخرى تسدد الغرض نحن نسبة محفظة القروض العقارية لمجمل المحفظة عندنا يعني أقل بكثير من النسبة المتعارف عليها عالميا وخلنا نقول اللي كان في نية السنتر البنك في بحرين ويفرضها ليه 25% نحن الحمد لله أقل عندنا مجال كبير على أقشان نوصل إلى 25% بس ما عندنا خلنا نقول الرغبة في الوقت الحالي أنت قاعد تبني معرض فهو عقار هذه طبعا ما رح يتأثر بما يحصل في سوق العقار لأن هذه الغرض منه أو مثل هذه المعرض غرض منه لمعاونة الشركة السيارات في بيع سيارات التي هي كور بيزنس مالها لكن مع ذلك هل ندخلها من ضمن القطاع العقار عندنا ومع ذلك نسبتنا قلبي كثير من نسبة المسموح فيها بالحديث عن القيود الجديدة أو الإجراءات الجديدة لمصر البحرين المركزي أثير مؤخرا أيضا عن نية مصر البحرين المركزي رفع نسبة الاحتياط الإلزامي الاحتياط النقدي للبنوك العاملة في البحرين هل وردت لديكم أي تفاصيل بخصوص هذه الخطة الجديدة أو توقيت زيادة رفع الاحتياط النقدي للبنوك العاملة احتياط الإلزامي أنا لا أعتقد الكلام صحيح هو الكلام كان فيه عن الاحتياط العام وفي السابق أثمات عرفك البنوك تحق مخصصاتها بناء على البازل توركوارمنتس والآيس تيرتي ناين بالإضافة إلى ذلك السنتر البانك طلب من مدة سنة تقريبا أنه يكون عند البنوك نسبة احتياطي عام لا تقلع عن 1% من قيمة مجمل الديون محفظات الغروب اللي عندك وأعتقد أن البنك المركزي مصمم على هذه النسبة وعلى أن البنوك تعمل من خلال النسبة هذه وأعتقد أننا كبنك البحرين الكويت تجاوزنا هذه النسبة للمخصصات العامة بنهاية عام 2011 وأيضا بنهاية ربع الأول من عام 2012 فإحنا مرتاحين من تطبيق لهذه النسبة وأعتقد أن البنوك التجاري بشكل عام في البحرين أيضا تفرغ عليها النسبة هذه وأكيد يتصور أنه في وضع مريح بالنسبة للموضوع هذه يعني نسبة الاحتياط النقدي الإلزامي ستظل كما هي في البنوك البحرينية احتياط النقدي كما هو ما تغير نعم